في هذه المدينة المحاصرة مدينة تعز والتي تعاني من تراكم ثلاث أطنان أسبوعياً من مخلفات البلاستيك ناهيك عن تراكم للقممة في كثير من شوارع المدينة حيث يضطر الكثير من السكان إلى حرق تلك المخلفات مما يؤدي إلى انتشار مواد سامة تلوث الهواء وتؤثر على صحتهم وحياتهم لكن ثمة من أبناء تعز من قام بوضع حلول علمية لهذه المشكلة المتمثلة في تراكم المخلفات في شوارع المدينة وبإمكانيات متواضعة بعد عمليات التقطيع والتكفيف لبلسيك يتم إدخال البلاستيك من هنا من هذا المنطقة لنلاحظ هذا المفاعل المصمم لإنتاج الديزل والغاز المفاعل مقسم إلى حقرتين حقرة للمواد البلاستيكية التي هي هيدروكربونات وحقرة للعامل الحفاظ التي يتم إضافته سابقا عملية التحويل هذه وقمع المخلفات البلاستيكية تحدث في كثير من الدول لكن الفارقة في هذا الاكتشاف العلمي لمجموعة من طلاب كلية العلوم تطبيقية بجامعة تعز هو إضافة العامل الحفاظ طبعا الشيء القديد الذي أضفناه إلى هذه العملية هو ابتكارنا لعامل حفاظ عامل حفاظ تم استخدامه لأول مرة هذا العامل حفاظ يتميز بالسيلكتف أي الإختيارية فهو غير عشوائي يختار مادة محددة من الوقود ويثبت الأخرى يعني يختار الديزل والغاز غاز نقي مع الديزل بقية المواد تبقى كما هي يسعى الفريق بعد عدد من التقارب والحصول على المركز الأول من بين عدد من مشاريع جامعة تعز وتأهله للقائزة هالت بريز العالمية للعام 2020 هو المسابقة حلت بريز العالمية تتم سنويا بمشروع فيد البيئة أو فيد العالم المسابقة هي على مليون دولار لكن نحن الآن نكتزن المحلولة والحمد لله بعون الله وقد حصلنا على المركز الأول والآن سوف ننتقل إلى مصر إن شاء الله في الشهر الثلاثة في ثلاثة ثلاثة وإن شاء الله سوف نحصد النجاح ابتكار يضاف إلى سجل هذه المدينة الولادة والمفعمة بالأمل والإبداع والابتكارات والاختراعة العلمية رغم ما تعانيه من هموم متحديات وحرب وحصار أحمد مكيبر لأضواء سهيل تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر